جديد طراء وتعديل حل على المواصفات والجوانب الفنية لجسد سيارات السباق المشاركة في منافسات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورميلوان عام 2018 الزميل محمد الرشدات يعرض لنا أبرز التحديثات التي لامست الشكل الخارجي والوزن الإجمالي لسيارة الفورميلوان بهذا العام مئات الأحصنة في قوة سيارة وبين اهتزامي وصهيل الخيول هدير محركات تعكس حكاية عزم تعصف بسكون الأجواء لتملأها حماسية تشرعب معها الأبدان لتعيش عن قرب في أجواء المنافسة محركات تستعر معها حرارة الأرض أكثر وتنفض لهيبا حتى تصبح مرغمة بمساراتها على تشكيلات تنافسية حماسية تموج مع انحناءات حلبة دولية تعشق ملامستها إطارات صممت ضمن معايير عالمية ثابتة تتوائم وثقل حجم سباقات الفورميلوان بمرحلها كافة داخل موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط وتحديدا في حضرة حلبة البحرين الدولية تحكى التفاصيل الدقيقة كاملة قبل إطلاق شارة البدء والعلى من بين أهم ما يمكن ذكره وإيجازه في هذا الصدد ما طرأ وما تم تعديله على الجوانب الفنية للسيارات المشاركة في سباق هذا العام حيث تم منع استعمال فيما يعرف بزعنفة القرش التي كانت على سيارات الموسم السابق إذ كان الهدف من وجودها توجيه التيارات الهوائية بشكل أفضل إلى منطقة الجانح الخلفي وفي بعض الحالات تأمين بعض الارتكازية الإضافية للمركبة في هذا العام تم اعتماد تصميم التوقي بشكل إلزامي على جميع سيارات بطولة 2018 كنظام فاعل يعنى بحماية قمرة القيادة لتحسين مستويات السلامة للسائقين خلال الحوادث وبشكل خاص تأمين الحماية من الحطام الذي قد يرتطم برأس السائق حيث قامت الفرق كافة ببعض التعديلات على نظام التوقي من الناحية الإنسيابية بعد أن نجح في اجتياز اختبارات التحمل القاسية وفقا لقوانين الاتحاد الدولي للسيارات FIA الأمر الذي أضاف المزيد من العمل على عاطق الفرق العشرة المشاركة نظرا لأنها كانت تحاول تخفيض وزن سياراتها قدر المستطاع وفي الوزن الإجمالي الأدنى لسيارة السباق بشكلها الجديد حلت التعديلات على وزن هيكلها العام ليرتفع بمقدار 14 كيلوغراما موزعة بين وزن الطوقي ونقاط التثبيت فيه ما سيترك الفرق أمام مساحة أقل للتحكم في كيفية توزيع وزن السيارة الذي وصل إلى 734 كيلوغراما عشرون متسابقا ستكون الحلبة على موعد مع احترافيتهم وقدرتهم على تحليل وتدارك المحتوم الذي ستفسح عنه تضاريس السباق للظفر بنصر المحتم ترجمة نانسي قنقر